دكتور أحمد زايد أهلا وسهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك أهلا بك دكتور إحنا الأسابيع اللي فاتت قدمنا الحقيقة العديد من الحلقات كان محورها ما يدور في غزة وأنا عارفة أن حضرتك طبعا في الفترة الماضية يعني أكتر من مقال في جريدة الأهرام كان بيتناول هذا الموضوع واللي لفت نظري يعني تعبير كبير الحقيقة حضرتك قلت ما يحدث من دمار في غزة لم يحدث حتى في الحرب العالمية التانية وإنه نوع من تجريف المكان بسكانه وطبعا إحنا لو نبصر اللي بيحصل في غزة هنجد أنه يعني نبط من العنف ربما لم يشهدوا المجتمع من قبل يعني المجتمعات كلها عبر الطريق شهدت أشكال من العنف وفي الحرب العالمية التانية كان فيه عنف ولما نبص حتى إلى موضوع تعذيب اليهود في الحرب العالمية التانية لم يكن كما هو موجود في غزة يعني كانوا موجودين في معذكر وكانوا بيتعاملوا معهم في شكل من أشكال التعذيب وبعضهم مات وكل حاجة وإحنا الناس كلها بتعترف أنهم اتأثروا وتعذبوا وكده والعالم كان متقبل هذه الأطروحة وهذه الفكرة وكان يعني كثير جدا من الناس بيقبلوها وكثير جدا من العرب بيقبلوها أيضا يعني وإحنا ما كناش عندنا مشاكل معاها خالص إنما اللي بيحدث في غزة أولا بيحدث من قبل الناس نفسهم اللي هم اليهود الذين تعرضوا للظلم وتعرضوا للعدوان في الحرب العالمية التانية فلا يعني المفروض هم يبقوا يدفوا عن العدل أكتر ويدفوا عن الإنسانية أكتر ويدفوا عن نام هم بيرجعوا إلى أن هم يمشوا شكل من التعصب وأكتر من التعصب اللي كان موجود ضدهم يعني كان هتلر متعصب ضدهم هم دلوقتي يعني أصبحوا هم يعني أحد الناس اللي من خلال الفكر السهيوني اللي بيتبنوه واللي بيفصروا من خلاله يعني جوانب كتيرة جدا من العهد القديم ومن التورا وكده بيحقن من جديد أو يعني هو الذي حقنا بالفعل التعصب في العالم كله هو الذي ساهم مساهمة كبيرة جدا في نمو الحركات التعصبية والحركات الأصولية حتى في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي